صواريخ الكاتيوشيا عادت من جديد لاستهداف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد صباحا هذا اليوم وتفاصيل هذا الهجوم جاء بصاروخين للكاتيوشيا وهي من صواريخ من نوعية فجر 107 الإيرانية الصنع وكذلك بأن مداها يصل إلى 8 كيلومتر أو أكثر قليلا وهذا الهجوم أصلا هو جاء من هذه النقطة التي ترونها هنا أي بما معنا من شارع فلسطين بهذا الاتجاه متوجهة مباشرة إلى هذه النقطة ألا وهي السفارة الأمريكية على مسافة 7.6 كيلومتر تقريبا من أجل ضرب السفارة الأمريكية ولكن منظومة السيرام الموجودة في السفارة الأمريكية كانت في المرصاد وتصدت إلى واحدة من هذه الصواريخ من صواريخ الكاتيوشيا ودمرتها بالكامل والصاروخ الثاني هو سقط تقريبا في هذه النقطة التي ترونها هنا والمتمثلة بساحة الاحتفالات بالتالي لم يكن هناك أي عملية خسائر بأي شكل من الأشكال للسفارة الأمريكية إلا أضرارا وقعت على المواطنين وعلى سيارتين فقط للمواطنين جراء هذا الهجوم بصواريخ الكاتيوشيا وهذه طبعا القضية والملاحظ من هذا الهجوم الذي نتحدث عنه الآن هناك قضية مثيرة بأن هذه الفصائل هي استخدمت الهجوم من نقطة واحدة فقط هم في العادة عندما يهاجمون السفارة الأمريكية يأتون من عدة نقاط مثلا من هنا أو من هنا أو من أي نقطة أخرى يأتون بها إلى السفارة الأمريكية بالهجوم من أجل عملية تشكيل تحدي لمنظومة السيرام أن تأتي من عدة اتجاهات تجعل الأمور نوعا ما صعبة وتعطي فرصة أكبر للصواريخ من أجل عملية تحقيق أهدافها وحتى على مستوى الطائرات المسيرة هي كانت نفس قضيةهم يطلقون الطائرات المسيرة من عدد من الاتجاهات المختلفة من أجل تحقيق أهدافهم رغم أنهم أخفقوا في كل هذه الهجمات التي نتحدث عنها ولكن هي لا تزال تشكل خطرا فبالتالي استخدام نقطة واحدة بهذا الشكل من هذه النقطة هي قد توضح بأن الفصائل المسلحة لم يكن في حساباتها عملية إيذاء أو ضرب السفارة الأمريكية ولكن الهدف الأساسي هو إرسال رسالة إلى الأمريكيين خاصة ونحن نمر في وقت حرج الآن وإذا ما توجهنا إلى هذه النقطة تحديدا التي نتحدث عنها الآن لنرى أين هي بالضرب فهذه النقطة بحسب المصادر تتحدث بأن الصواريخ هذه صواريخ الكاتيوشي هي انطلقت بالقرب من هذا الجامع اللي هو جامع عمر الفاروق الذي ترونه أين بالضبط لم يتم تحديدا ولكن هناك كما نلاحظ ساحات مفتوحة ممكن للمنصة أن تكون موجودة فيها وتنطلق بشكل مباشر ولكن هذا لا يهم هذه النقطة هي مع مدى صواريخ الكاتيوشي التي تحدثنا عنها وطبعا منصة صواريخ الكاتيوشي هي ظهرت بهذا الشكل بعدما القوات الأمنية ضبطتها ولا زالهم في مرحلة ملاحقة هذه الأطراف التي أطلقت هذه الصواريخ الكاتيوشي من دون أي معلومات أو أي شيء آخر ولكن المثير أن هذا الهجوم هو يأتي بعد ثلاثة ساعات ونصف تقريبا من إعلان هذه المجموعة الجديدة اللي أطلقوا على نفسهم لواء فاتح قيبر توعدوا الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافهم بشكل مستمر إذا لم يخرجوا من العراق وكذلك أكدوا بأن هذا الاتفاق الأخير هو لم ينفذ لم تخرج القوات الأمريكية هي بقت في نهاية المطاف ولكن بشكل آخر والمثير أن بعد الهجوم أيضا بعد الهجوم ظهرت هذه الصورة في إحدى القنوات التليجرام وصفحات التليجرام الخاصة بإحدى الفصائل الموالية لإيران نشر صواريخ الكاتيوشي بهذا الشكل متواعدين الأمريكيين بعملية الهجمات وغيرها في رسالة واضحة جدا بأننا نحن من قمنا بهذا الهجوم وتوقعوا منا المزيد وواضح بأن هذه الأمور كلها وهذا التصعيد الذي يأتي صباحا هذا اليوم هو يأتي انزعاجا من هذا الرجل فرانك مكينزي قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية الذي أكد قبل أقل من أسبوعين تقريبا في يوم 9-12 على الأسوشيتيت بريس الرجل كان واضحا جدا وقال بأن الأمريكان باقين على مستوى 2500 عنصر في العراق ولكن على المستوى الاستشاري ونحن نعلم بأن الفصائل الموالية لإيران ستهاجمنا وها هي تهاجمهم طبعا صباحا هذا اليوم كما نتحدث الآن المثير بأن التصعيد هو لا يأتي فقط على مستوى بغداد وعلى السفارة الأمريكية بل أن هناك تحشيد كبير للفصائل المسلحة على مستوى الحدود العراقية السورية المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد هذه المعلومات يوم أمس هناك تحشيد كبير كما تلاحظون هنا اللون المناطق الموجودة في اللون الأحمر هذه كلها طبعا سوريا في اللون الأحمر هي سيطرة النظام السوري نظام بشار الأسد وكذلك هي مناطق سيطرة الفصائل الموالية لإيران النقاط السوداء هي المناطق التي تتمثل فيها نشاطات تنظيم داعش وأما في شرق نهر الفرات هنا كما تلاحظون في اللون الأصفر هي مناطق سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لذلك عملية التحشيد هنا يتحدث في المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هناك عملية انتشار كبيرة جدا على مستوى الميادين وغيرها من هذه المناطق حتى أكدوا قبل هذه المعلومة بأن هناك شاحنتان للأسلحة التابعة للفصائل المسلحة وتحديدا العراقية بأنها دخلت إلى الميادين إلى منطقة اسمها آثار الشبل موجودة هنا وكذلك حقيقة توجهت بعد ذلك في يوم 13 يوم 13 يوم 12 إلى معدان هذه المنطقة البعيدة التي ترونها في نقل هذه الشاحنات التي هي لا نعرف هل هناك طائرات مسيرة أو صواريخ أو غيرها لا أحد يعلم ولكن هناك عملية إعادة انتشار وتحشيد غرب نهر الفرات كبيرة جدا ويجب أن ننتبه أن الميادين أمامها هنا قاعدة حقل العمر النفطي التي تتواجد فيها القوات الأمريكية والسبق أن استهدفوها وكذلك دير الزور التي نتحدث عنها أيضا هي أيضا موجودة أمامها قاعدة كونيكو حقل كونيكو التي أيضا يتواجد فيها التحالف الدولي وأيضا في هذه النقطة تتواجد حقل أو قاعدة الشداد التي أيضا يتواجد فيها القوات الأمريكية فممكن أن تأتي الهجمات بأي شكل من الأشكال قد نكون أمام خطة كبيرة لمهاجمة القوات الأمريكية على هذا المستوى أو حتى على مستوى قاعدة التنف التي تأتي بهذا الاتجاه وهذه طبعا أيضا تأتي متزامنة مع معلومات مثيرة نشرتها الدفنس نيوز عن أن إيران وفي موازنة عام 2022 زادوا ميزانية الحرس الثوري الإيراني مقارنة بالعام الماضي بالضعف ودعونا نلقي نظرة عن ما ذكرته الدفنس نيوز هنا أن مشروع قانون الموازنة الذي قدمه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتضمن تخصيص نحو 930 تريليون ريال ما يعادل 22 مليار دولار للحرس الثوري للعام المقبل في حين بلغت مخصصاته في العام الحالي نحو 403 تريليون ريال الضعف تماما في ظل هذا التصعيد الكبير كذلك بأن فصائل المسلحة الآن هي تقوم بعمليات انتشار ونقل وغيرها وعملية محاولة للتمويه على هذا المستوى مستوى البوكمال والمناطق المقابلة للباغوس هنا وذلك لعدد من الأسباب المهمة قد يكون هم في عملية استعداد في هذا النقل للصواريخ على هذا المستوى غرب نهر الفرات هم في مرحلة استعداد للردة الفعل الأمريكية عند مهاجمة هذه القواعد شرق نهر الفرات وقد يكون في مرحلة استعداد للإسرائيليين بأن الإسرائيليين قد يقوموا بهجماتهم خاصة وأن إسرائيل تصعد كثيرا على المستوى السوري وخاصة أن الهجوم الذي تم الخميس الماضي في الصباح كان فيه علامة ومؤشر بأن إسرائيل تنوي مهاجمة هذه الفصائل على مستوى عالي للغاية كما نرى هنا المناطق اللي هي باللون الأحمر هي مناطق سوريا وسيطرة النظام السوري والفصائل المسلحة هنا في اللون الأخضر هي منطقة الخمسة وخمسين كيلو التي تتواجد فيها قاعدة التنف التي تمت مهاجمتها في الطائرات المسيرة قبل أسابيع ليست بالقليلة وهنا في اللون الأزرق هي الجولان وما تم بالنسبة لإسرائيل لكي نعرف إحدى أهم الأهداف كانت هذه النقطة المتمثلة بتل المسيح كان فيها منظومة رادارية كبيرة دمرت بالكامل وبالتالي وضعت المنظومات الدفاعية في مشكلة خطيرة جدا الآن في الداخل السوري على مستوى المنظومات الدفاعية التي أتحدث عنها التابعا للجيش العربية السوري والتي تصدد كثيرا لعدد من الصواريخ الإسرائيلية في الفترة الماضية وبالتالي الفصائل المسلحة في ظل هذا الاستهداف يتوقعون بأنه سيكون هناك هجوما مقبلا من إسرائيل خاصة وأن إسرائيل هي في العادة قامت بهذه الأمور في السابق هي يعني لديها سوابق تضرب المنظومات الرادارية وتقوم بمهاجمة هذه الفصائل كيف؟ العام الماضي في شهر ستة تحديدا قاموا بمهاجمة هذه النقطة التي هي تسمى تل الصحن وكذلك هاجموا هذه النقطة التي ترونها اللي هي كباجب التابعة إلى محافظة دير الزور والتي كانت عبارة عن منظومات رادارية بالنسبة لهاتين النقطتين دمروا المنظومات الرادارية جعلوا المنظومات الدفاعية بلا أي حلو وبعد ثلاثة ساعات مباشرة قاموا بمهاجمة حما هنا وشرق حما تحديدا في إحدى أهم الأهداف التي قاموا بضربها كذلك خلال هذه السنة في شهر الواحد بنفس الطريقة وبنفس الإسلوب قاموا بمهاجمة هذه النقطة التي ترونها التي هي تقريبا تمثل قرية الدور التابعة إلى محافظة السويداء بالقرب منها كان هناك منظومة للرادارات كذلك ضربوها بنفس الطريقة وأيضا جعلت المنظومات الدفاعية في مشكلة حقيقية وتوجهوا الإسرائيلين في هجوم واسع في ألبو كمال وكذلك في الميادين ومحافظة دير الزور بهجوم كبير على الفصائل الموالية لإيران لذلك ما هذا الهجوم الذي نتحدث عنه الآن على هذه النقطة التي هي متمثلة بتل المسيح الآن توقعاتهم بشكل واضح بأن هذه الطائرات الإسرائيلية قد تصل إلى منطقة الخمسة وخمسين كيلو التي تحدثنا عنها وبالتالي تفتح الهجوم على الفصائل المسلحة على مستوى غرب نهر الفرات خاصة وأنهم على مستوى انتشار عالي جدا كما تحدثنا من المرصد السوري لحقوق الإنسان لذلك يقومون بإعادة الانتشار وكذلك قد يكونوا أمام هجوم ضد هذه المنطقة الوسطى أو حتى ضد هذه المناطق المتمثلة بحمى وحمص وكثرة الهجمات من البحر المتوسط على هذا الاتجاه بشكل عال للغاية والفصائل المسلحة بإعادة انتشارها هي محقة أيضا لأن بعد الهجوم الذي تم الخميس الماضي فجأة ظهرت بالرادارات طائرات الاستخبار الإلكتروني الإسرائيلية بهذا الشكل وهي تحلق بهذه الطريقة لو نلاحظ هذا كل عبارة عن مسار هذه الطائرة وهي تدور وتجمع المعلومات لمدة ثلاثة ساعات وبالتالي عملية الرقابة كانت عالية جدا على مستوى العمق السوري هنا دمشق وهنا السويداء التي تحدثنا عنها وجمعت المعلومات ولا زالت حتى هذه اللحظة تجمع المعلومات وطائرة الاستخبارات هنا بحسب ما هو مسجل من الرادار هي مسجلة برقم 676 ونحن أمام هنا طائرة الاستخبار الإلكتروني نحشون شابيت وهي طائرة استخبار الإلكترونية مرقمة هنا كما تلاحظون 676 وهي تابعة إلى السرب 122 الإسرائيلي تعمل بنشاط عالي جدا مما يوضح كل ما تزداد نشاطها كل ما تزداد احتمالية الهجمات وبالتالي الفصائل تأخذ احتياطها على هذا المستوى أما بالنسبة للتصعيد في العراق والتصعيد المتوقع على المستوى السوري هي تأتي أيضا متزامنة مع وضع محرج في مفاوضات فيينا التي شهدنا عملية توقف الجولة السابعة بعملية انزعاج وأحباط أوروبي واضح وتصريحات وتراشق للاتهامات بين أوروبا وبين الإيرانيين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية جيك سولوبن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي كان واضحا الرجل بعد انتهاء هذه الجولة السابعة بأن الأمور تبدو مقلقة لا تبدو على ما يرام بالنسبة لهذه المفاوضات كذلك على مستوى الداخل الإيراني الصحفة الإيرانية بدأت تنشر بهذا الشكل وتؤكد بأن الوضع الاقتصادي وتحذر من الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني قد ينفجر في أي لحظة في ظل نسب التضخم العالية التي يعاني منها المواطن والمشكلة وما يزيد الطيم بل هي ظهور أول إصابة لمتحور أوميكرون الجديد في الداخل الإيراني مما قد يعقد الظروف على الإيرانيين بشكل كبير جدا ويضعهم في موقف لا يحسدون عليه بكل تأمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر